بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدس 140 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح هذا الباب فيه بيان ما يسترطه أحد الزوجين على الآخر من حيث الصحة وعدمها ومن حيث بطلان النكاح بها وعدم بطلانه والعيوب جمع عيب وهما يكون في أحد الزوجين من خلق أو خلق لا يرتضيه الآخر ومدى تأخيره على عقد النكاح من عدمه نعم قال رحمه الله إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقداً معيناً أو زيادةً في مهرها صحة نعم يكون واحداً واحداً الشروط على قسمين الشروط في النكاح على قسمين منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة والآن مع الشروط الصحيحة فإذا شرطت المرأة عند العقد إذا شرطت المرأة عند العقد أو قبل العقد على زوجها أن يطلق ضرتها الخاطب الخاطب له زوجه وشرطت عليه أن يطلق زوجته حتى تتزوجه فالمذهب أن هذا أن لها ذلك وأن لها أن تشترط ذلك لأن لها غرضاً صحيحاً في ذلك ولها منفعة حيث تسلم من ضرر الظرة فإن وفى بالشرط وطلق وإلا فلها خيار الفسخ ولكن القول الصحيح أن هذا شرط لا يجوز لغلود النهي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهاء المرأة أن تطلب طلاق ضرتها أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها فالنهي يقتضي أن هذا الشرط غير صحيح وأنه حرام لما فيه من الإضرار بالضرر نعم أو أن لا يتسر أو لا يتزوج عليها أو شرطت أن لا يتسر أن لا يتسر بمملكته من أجل أن تختص بالاستمتاع به دون غيرها فهذا شرط صحيح لأن لها في ذلك غرض صحيح نعم أو أن لا يتزوج عليها أو شرطت أن لا يتزوج عليها كذلك لها ذلك وهذا شرط صحيح فإن وفى به وإلا فله الفسخ ثم نعلم أنه لا يحرم عليها أن يتسر بمملكته ولا يحرم عليها أن يتزوج عليها لكن يكون لها الخيار إذا خالف الشرط إن شاءت تبقى وإن شاءت تفسخ لأن قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم نعم أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرضت عليه أن يتركها في بيتها أو يتركها في بلدها لا يسافر بها إلى بلد آخر فهذا شرط صحيح لما لها من المنفع في ذلك فإن وفى بذلك وإلا فلاها الخيار نعم أو شرطت نقداً معينة أو شرطت في مهرها أن يكون من نقد معين كأن يكون من النقود السعودية أو من غيرها من النقود الأخرى فإذا عينت نقداً فإن الشرط صحيح ويلزم الزوج الوفاء به فإن لم يفي فلها الخيار بين الفسخ والبقاء نعم أو زيادة في مهرها أو شرطت عليه زيادة في مهرها عن مهر المثل فلها ذلك لأن لها منفعة في ذلك غير أن المطلوب هو التسامح في المهور لأن ذلك لأن ذلك أبقى للعشرة وذلك فيه البركة كما في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مهوراً فيكره لها أن تطلب الزيادة لكن لو فعلت فلها ذلك فإن وفاء وزاد المهر إلى الحد الذي طلبته وإلا فلها الخيار نعم فإن خالفه فلها الفسخ نعم في جميع هذه الأحوال إن وفاء بهذه الشروط فإنه يلزمها فإنه لا يجوز لها لا يجوز لها أن تطالب بالفراق وأما إذا لم يفي فلها الحق في أن تفسخ نكاحا منه نعم أحسن الله إليكم قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحا هذا هو القسم الثاني من أقسام الشروط الفاسدة في النكاح وهو على قسمين قسم يبطل النكاح وقسم يبطل هو في نفسه ولا يبطل النكاح القسم الأول وهو الذي يبطل النكاح أنواع أنواع أربعة أحدها نكاح الشغار والثاني نكاح المحلل والثالث النكاح المعلق والرابع يأتي ذكره إن شاء الله نعم قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان نعم هذا ما يسمى بنكاح الشغار والشغار مأخوذ من شغر المكان إذا فرق والمراد به هنا أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما سمي هذا شغارا لخلوه من المهر بل تجعل المرأة في مقابل المرأة وهذا النكاح باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار جاء تفسيره في الحديث بهذا المعنى أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما لأن في ذلك من إهدار حق المرأة والإضرار بها وأنه يخضعها لرغبته هو ولا ينظر في رغبتها ولا ينظر في مصلحتها فهذا نكاح باطل نعم فإن سمي لهما مهر صح فإن سمي لهما مهر زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولكل واحد ولكل واحدة مهر يكفي فإن النكاح صحيح لخلوه من المحذور وإعطاء المرأة حقها وهو المهر لكن ما لم يكن هذا المهر حيلة إن كان هذا المهر حيلة للشغار فإنه نكاح باطل ومعنى أن يكون حيلة أن تكون الرغبة فيه للمزوج ولا رغبة للمزوجة وإنما عليها الضرر فيخضعها لحاجته ورغبته ويجعل مهرا من باب الحيلة فهذا عقد باطل ولو كان فيه مهر ما دام أن فيه ضررا على المرأة وأنه لا تلاحظ مصلحتها وإنما تلاحظ مصلحة الولي فهذا شغار باطل أما إذا سمي لها مهر مهر مثلها أو يزيد وهي راضية بذلك وراغبة في هذا النكاح فإنه لا يسمى شغارا ولو تزاوج كل واحد زوج الآخر موليته لزوال المحذور ومن العلماء من يعمم حتى في هذه الصورة فيراها أيضا من الشغار لأنه لا يخلو من من إضرار بالمرأة وإخضاع لها لرغبة وليها وحاجة وليها فبعض العلماء يرى أن الشغار بجميع صوره الثلاث لا يجوز إذا زوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر هذا شغار بالإجماع وباطل بالإجماع إذا زوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته وجعل صداقا لكل واحدة من باب الحيلة لا من باب إعطاء المرأة حقها وأخذ رغبتها فهذا أيضا شغار بالإجماع الثالثة إذا سمي لكل واحدة منهما مهرا كافيا ورضيت بذلك فهذا عند الجمهور ليس شغارا لزوال المحذور ومن العلماء من يرى أنه شغار سدا للذريعة وسدا لهذا الباب من أصله ولعل هذا هو الراجح أحسن الله إليكم قال رحمه الله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط هذا هو النوع الثاني من أنواع الشروط الباطلة التي تبطل النكاح وهو نكاح المحلل للمطلقة ثلاثا الله جل وعلا قال فإن طلقها قال سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكه زوجا قيره فإن طلقها فلا يناه عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله أي إذا طلق الزوج زوجته الطلقها الثالثة فإنها فإنه لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك إلا بشرط أن تتزوج زوجا آخر زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطعها الزوج الآخر ثم يطلقها رغبة عنها لا من أجل التحليل ففي هذه الحالة تحل لزوجها الأول أما إذا خل من ذلك فإنه يكون تحليلا وهو محرم وباطل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال المحلل لعن الله المحلل والمحلل له فهذا هو التحليل نعم أو نواه بلا شرط أو نواه التحليل بلا شرط في الصورة الأولى التي هي تحليل واضح إذا شرط قالوا جوجك إياها بشرط أنك متى حللتها للأول تطلقها فهذا تحليل مشروط وكذلك لو لم يذكر التحليل وإنما هو منوي فتزاوج منية أنه إذا حللها للأول تطلقها فهذا إذا نكاح باطل لأن العفرة بالمقاصد وهذا قصل التحليل فلا تحل للأول نعم أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر هذا النوع الثالث وهو الزواج المعلق الزواج لا بد أن يكون مطلقا لا معلقا يكون مؤبدا فإذا لا بد أن يكون منجزا الزواج لا بد أن يكون منجزا فإن كان الزواج معلقا بشيء إن حصل فتم العقد وإن لم يحصل فلا فهذا عقد باطل لأنه معلق والمطلوب في عقد النكاح أن يكون منجزا كان يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء زيد فقد زوجتك هلانة فيقول قبلت بهذا الشرط فهذا نكاح باطل لأنه معلق وكل نكاح معلق على شرط مستقبل فإنه يكون باطلا إلا إن شاء الله إذا علقه بإن شاء الله فإنه لا بأس بذلك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو رضيت أمها أو أي أو إذا جاء غد فطلقها هذا هذا هو النكاح المعلق زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو رضيت أو رضيت أمها فالعقد لا يعلق على شرط مستقبل بل لا بد أن يكون منجزا نعم طبعا هذا المقصود بصيغة العقد ليس وعد الولي يعني لو أن ولي امرأة سأله الخاطب قال تزوجني قال إذا رضيت هذا خارج ما أراد المعلق هذا ما هو بعقد هذه خطبة طيب أو إذا جاء غد فطلقها هذا هو النوع الرابع من أنواع الشروط التي تبطل العقد إذا جاء غد فطلقها أو زوجتك إياها إلى شهر أو إلى سنة هذا هو نكاح المتعة المحرم بإجماع المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فبقي ممنوعا إلى أن تقوم الساعة وتواترت الأحاديث في منعه وأجمع المسلمون على تحريمه وبطلانه إلا من شذ من الفرق الضالة التي لا عبرة بخلافها وهم الشيعة فلا عبرة بخلافهم وأما المسلمون جميعا فإنهم يرون أن نكاح المتعة باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في غزوة الفتح إلى الأبد لأن المطلوب من النكاح الاستمرار وليس المطلوب من النكاح التوقيت بمدة معينة بل المطلوب من النكاح الاستمرار ما دامت حال الزوجين مستقيمة على الرغبة من أحدهما في الآخر لما في ذلك من المصالح العظيمة وأما النكاح الموقت فإنه لا مصلحة فيه وإنما هو قضاء وطر فقط ولا تترتب عليه مصالح النكاح في الإسلام فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين نعم إذا كان مثل ما تقدم من كلامكم جزيكم الله خير في الاعتبار بالنيات والمقاصد هل يدخل في صورة المتعة أو يكون حراما ما يسمى الآن الزواج منية الطلاق يسافر أسبوعا لأجل يتزور ثم يطلق نعم هذا داخل فيه ليس ليس بعيدا عنه فالمتعة إذا صرح بها هذه متعة بالإجماع نعم لا خلافة فيها وإذا نواها نواها كل من من الولي والزوج عند العقد فهو أيضا متعة العبرة بالمقاصد فإذا تزوج بنية الطلاق والولي والزوج ينويان ذلك ويقصدان ذلك فهذا متعة أما إذا كان الولي لا يقصد هذا وإنما نواه الزوج فقط نعم نواه الزوج فقط فالنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن يحرم على الزوج هذه النية ويحرم عليه أن يتزوج بهذه النية الفاسدة لأن هذه غش لولي المرأة وغش للمرأة أيضا لأنه زوجه إياها وهي تزوجته على نية النكاح الشرعي المعروف فإذا نوا وأضمر خلاف ذلك فقد غش وخان الزوجة وخان وليها فهذا نكاح لا شك أنه محرم وأيضا ما ذكرته من أنه اتخذ هو أفتى به بجوازه بعض العلماء لكن في الواقع لم يتصور ما نتج عن ذلك وهو أن جملة أو كثيرا من أهل الشهوات يذهبون إلى البلاد الأخرى ويتزوج بنية الطلاق ليلة واحدة ثم يتزوج الثانية ثم يتزوج في الليلة عدة مرات أو في النهار عدة مرات ليقضي شهواته فقط ويضيع أولاده يضيع أولاده وذريته في هذا النكاح الذي ليس الغرض منه مقاصد النكاح وإنما الغرض منه قضاء الشهوة البهيمية يتزوج ولا يسأل عن ذريته التي تحصل والتي تنجبها هذه المرأة فهذا فيه مفاسد عظيمة فهو ممنوع بلا شك ولو تصور من أفتابه هذه النتائج السيئة فما أظنه سيستمر على فتواه حتى يبدو من ظهر الحال عندهم أنه مثل ما تفضلتم ليس بزواج يعني من حال الخاطب وهيئة المجلس والخطبة وعنايته لا يسأل عن أهل الزوجة ولا تاريخها ولا دينها ولا عفافها يريد متعة الجسد الشهوة وجمالها ثم يخرج بها في الأسواق سافرة ليس كأنها زوجة فعلا كأنها خدي وهذا نعم هذا من أعظم المحاذير وهو أنه لا يختار الزوجة لا يختار الزوجة الصالحة وإنما قصده قضاء شهوته والنظر إلى إلى ملمح المرأة فقط دون نظر إلى عرضها وشرفها لأنه صاحب شهوة فقط فهذا من المحاذير أيضا حتى بعد عقده عليها يخرج بها سافرة أنه لا يختار المرأة الصالحة الدينة لأنه ليس غرضه لإقامة معها وأن تكون أما لأولاده وإنما غرضه أن يقضي شهوته ويتركها على حالها سواء كانت صالحة أو فاسدة نعم وهذا من المخاطر أيضا ومن الأعظم المخاطر تضيع الذرية لأن هذا النكاح سيترتب عليه أولاد وذرية فأين يذهبون يضيعون فهذه محاذير عظيمة وأيضا هو لا لا يعطي هذه الزوجة حقوق الزوجية لأنه لا يريد الإقامة معها لا يعطيها سكنا لا يعطيها كسوة لا يعطيها مبيتا لا يعطيها حقوق الزوجية لأنه إنما يقضي شهوته كلا البهايم التي تجتمع وتقضي شهوتها وتتفرق فهذا بلا شك بلا شك أنه حرام وأنه باطل وحتى لو أفتى به من أفتى نعم فالعبرة ليست بصورة العقد يقولون هذا فيه ولي وفيه شهود وفيه إجاب وقبول نقول نعم هذا فيه لكن العبرة بما يؤول إليه هذا النكاح والعبرة بنتائج هذا النكاح وما يترتب عليه وما فيه من الغش والخديعة إذا كان الولي والزوج لا يعلمان بهذه النية المبيتة من الزوج وأنه ما جاء ليتزوج وإن ما جاء ليقضي شهوته فاتخذ العقد وسيلة لقضاء الشهوة فيخرج من هذه إلى هذه وهكذا مع النساء فمن يقول بصحة هذا العقد وصحة هذا التصرف نعم ولأنه أيضا ربما لو قيل إن جواز تمام الصورة الظاهرة يجعله جوازا لنسحب على كثير من الأحكام مثل مثلا الربال صور بعض الربال التي يتفقون على سلعه الحيالة التي تهضي إلى محرم باطلة بالإجمع كل حيلة للتوصل إلى محرم فهي حيلة باطلة ولا تحلل المحرم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله أو وقته بمدة يقول أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل هذا النكاح المتعة أن يقول زوجتكها إلى غد فإذا جاء غد فطلقها شرط يشرط عليه أو يزوجها إلى مدة إلى شهر أو إلى سنة أو يزوجه إياه مدة السفر فإذا رجع فإنهم يطلقها هذا هو نكاح المتعة الباطل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه في حجة الوداع إلى الأبد نعم أحسن الله إليكم هناك في بعض كتب أهل الشيعة أن من تمتع مرة بلغ درجة الحسين ومن تمتع مرتين بلغ درجة الحسن ومن تمتع ثلاثا بلغ درجة علي ومن تمتع أربعا بلغ درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهل لكم تعليق أقول ليس هذا من الغرائب عليهم فعندهم من الشذوذات والقبائح ما هو أعظم من ذلك فليس غريبا أن يكذب هذا الكذب ويقول من تمتع مرة فله كذا ومن تمتع يرغب في هذه المتعة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يبلغ مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصاه وخالف أمره وكيف يبلغ مرتبة علي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وهو الذي روى تحريم المتعة هو الذي روى تحريم المتعة فهم خالفوا علي رضي الله عنه وكذبوه في روايته تحريم المتعة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته